بالعودة إلى ولاية أدرار أشرف الوالي صباح اليوم بمدينة أطار على انطلاق عملية بيع الأعلاف بأسعار مخفضة لصالح منمي الولاية تدخل هذه العملية المنفذة من قبل مفوضية الأمن الغذائي في طار سياسة الحكومة الهادفة إلى دعم التنمية الحيوانية والتخفيف من أعباء المنمين 530 طنا هي الدفعة الأولى من الأعلاف الموجهة لولاية أدرار في إطار سياسة الدولة الهادفة لدعم المنمين وخاصة في هذه الولاية التي تضررت خلال السنة الماضية من قلة الأمطار ولأدرار السيد حداد بالية رعى اطلع في مخازن مفوضية لمن الغذائية بالولاية على الكميات المتوفرة من الأعلاف واستمع من القائمين عليها إلى شروح عن خطة البيع المتبعة حيث أوضح الوالي في كلمة له أن هذه العملية تأتي تنفيلا لتعاهدات فخامة رئيس الجمهورية لدعم التنمية الحيوانية وأنها تستهدف توفير الأعلاف بأسعار مدعومة طيلة فصل الصيف موضحا أن هذه الكمية تمثل الدفعة الأولى الخاصة بشهر يوليو الجاري وتستفيد منها جميع مقاطعات الولاية داعيا الجهات المنفذة إلى الصرامة في تسهيرها وفق الخطة المرسومة ضمانا لوصولها للمستهدفين بها وقد همن العمدة المساعد لبلدية أطار العملية منوها بسرعة الاستجابة لمطالب منمي الولاية طمنا لهم مواطنين عن طمنا الدولة عن مشاتهم الحش لدوري تم تواصلين جسحابي إن شاء الله إذن شاكرينهم ومثمنين عاليا وفرحانين بحثة وهذه انطباعات جميع المنتخبين وجميع المواطنين لمستوى إليه تدراء في تربية هذه الدعوة ولا نقدم نقوله يكون قدمنا طلب وكان في الوقت القياسي شاكرين مفوضية الأمن الغذائي ومفوضة على تربية هذه الدعوة وبدورهم ثمن المنمون هذا التدخل الذي قالوا إنه شاء في الوقت المناسب معربين عن رضاهم لآلية البيع المتبعة شاكرين الدولة على الاستفادة اللي اعطاها وفاصلين فيها وفاصلين فيها سنمعها الولاية اللي هي كذا من الزمن ما رأت المطر وفاصلة في اللي ترى وهذا بعد قار فيها وراجتوا عدوا الخير هذا اللي فاتظهر لنا من التوزيع توزيع جيد وعنا بالنسبة لغار كريتة من الزقاي وهذا والله اللي مشكرين عليه ويتم بيع هذه المواد وفق خطة أعدتها وتشرف على تنفيذها لجنة مقاطعية تضم المنتخبين وممثل روابط المنمين تتضمن الخطة في مقاطعة أطار التي استفادت من 265 طنا تحديد سقف أعلى للكمية المسموح بشرائها بنصف طن للفرد بمعدل 12 طنا يوميا يتم بيعها بالتناوب بين بلديات المقاطعة خلال أيام الأسبوع للموريتانية أحمد معلوم محمد أطار